اعلن صندوق الاستثمار البريطاني لشركة كيركوس انه سيتخلى عن مشروعه لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة نصف مليار يورو بسبب العقوبات الامريكية ونقل متحدث باسم الصندوق عن مديره العام ان الصندوق قرر وقف كل نشاطاته في ايران ومن بينها مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والذي كان من المفترض ان يكون الاكبر في العالم واكد مدير عام الصندوق انه لو تحقق مشروع الطاقة الشمسية في ايران فسيتيح لها ذلك ان تحقق اهدافها في مجال الطاقة المتجددة واد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي الى اعادة فرض عقوبات امريكية على ايران ما دفع الكثير من الشركات الدولية الى الانسحاب تجنبا للتعرض للعقوبات الامريكية